أهلاً وسهلاً لبنات كديري اللبس عليكم إن شاء الله تكونوا باخر وعلا خير محببا بكم معي في فيديو جديد اليوم اليوم كما كشتو سنجدوا دي مكارو وشوكولات يجوني معلل لبنات كي يجوز وينين وين هنا سنمشي المكونات عندي 150 جرام ديال لوز مطحون وعندي 150 جرام ديال سوك غلاس 20 جرام ديال كاكاو نو سكري وعشرين جرام ديال سوك غلاس الثلاثة البيضة البيض اللي غادي نطلعه ونالغاناش وشوكولات نحتاج الكرام فخاش ليكيد 20 سنتيليد ونحتاج 10 جرام ديال الزبدة ونحتاج ميتين جرام شوكولات نوار ونتو ما يمكن لكم تتعملوا شوكولات شوكولات ولي ولا شكلات اللي بريتو هنا في الميكسر ونخلط المكونات خلط البودر داموند 150 جرام و150 جرام ديال ديال السكار غلاسي وعشرين جرام ديال الكاكاو الميكسر الميكسر المكونات لتعطينا التكستير لتعطينا التكستير لتعطينا التكستير ونغرب لها بهذه الطريقة حتى يعطينا لتكستير رطبا لا يخص شيء يكون فيها الحبيبات ونستمروا بهذه الطريقة لدينا البنات صفاية صغيرة ونحن نتركوا لتربحوا الوقت هنا كما رأيتها لتعطينا هذا الهدى كما رأيتها نحتفظ بها جانبا ونبدأ ونفرق البيض على صفر البيض هنا لدينا ثلاثة البيضات على البنات ونبدأ بميكسر اضفت ملحة هنا البنات نقوم بميكسر حتى يرغوي نضاف نضيف غوصة ثلاثة سوف نضيف نضيف ثلاثة حتى يستمر ثلاثة مرانج يبدأ تقليل يجب ثلاثة نضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكارون نضيف المكارون نضيف المكارون نضيف المكارون نضيف المكارون سوف نضع الفرران ونضع فيها البابي كويسان ونضع الماكارو في البوشة دوي ولا جيب الحلواني ونبدأ هكذا نحاول نضع الماكارو متساويين في الحجم ونستمر بهذه الطريقة أنا هنا كنوريكم كيفاش ندير باش نحاول ندير أحجام متساوية باش من إن نبغين في التالي نعمر بلاقاناش يكونوا متساويين نحاولوا واحدة فوق واحدة يكونوا متساويين وعندما كما شفتوها البنات كنستعمر بهذه الطريقة حتى كنسادي لمكارو هنا هاد الماكارو ديالي البنات غادي نخليهم يرتاحوا ما بين عشرين تل ثلاثين دقيقة هكذا كنحطهم نبغين بلايسة ونخليهم يرتاحوا هنا را كندربهم كندربها على هاد الشكل ذاك الفقاعات الهواء ما كتمقاش فيهم وغادي نخليهم يرتاحوا بعد غادي نسخل الفران على مية وخمسين دراجة ونخليهم من عشرات تل خمستاش دقيقة هنا بقى لي واحد شوية درتوفة يصير لها هكذا ثوان دروف الفران قلت لكم البنات من عشرات تل خمستاش دقيقة ومبعد هنا قد نبدأ نوجد القاناش القاناش والشوكولات هنا عندي الكرين فخيش لكيد عندي كما قلت لكم عشرين سنتيليتر ما كاملاش مهم قلت لكم كندرت خمستاش سنتيليتر و هنا قد نزيد عليها لشوكولات نواخ بعد ما غلات يعني سخنات مزيان نضفيت على العافية وزيت عليها 200 جرام دير الشوكولات نواخ و نبدأ نخلط بهذه الطريقة حتى يدوب لي الشوكولات وها كما شفتو هوا الشوكولات دابلي دابة غادي نزيد عشرة جرام ديال زبدة و نبدأ نخلط حتى يدوب بعد ما غلات الشوكولات هكذا وجد غادي نديره في جبابنا و غادي نغطيه بالبابي سلوفا نحاول يكون ان كونتاكت مع مع غلات الشوكولات هكذا و غادي نخليه يبرد غادي نخليه يبرد في تلاجة و عادة نطلعه بالباطغ نخليه لبنات واحدة عشرة دقائق في تلاجة و من بعد ما بردلي غادي نحيد البابي سلوفا و غادي نطلعه بالباطغ لتعطيه كريمة لتلاجة لتكستور و تحجيل كريم من تكون عقدة فتحين هكذا هكذا اثنان و ذهن اختلاق أستطيع أن أخذها ماء في الفران أعطي فران يجب علي تفادي و يمكن أن تقوم بعمل جيدة أتقيق كبير يجب عليكم أن تقوم بعمل جيدة ماء في الماء ويجب عليهم يجب عليهم أن تقوم بصفت و يجب عليكم بماء أحييته سوف نقوم بعمر الماكاغو بهذه الطريقة عندما نقوم بعمر الماكاغو بهذه الطريقة سوف نقوم بعمر الماكاغو بهذه الطريقة سوف نقوم بعمر الماكاغو بهذه الطريقة سوف نقوم بعمر الماكاغو بهذه الطريقة وكن نقول لكم صحة والراحة وإلى فيديو جاي إن شاء الله